تمويله دفعته ليفوز بأكبر صفقة في مدينة دبي العالمية بعد إعلان شركة Reliance Industries الممنوكة للملياردير الهندي موكيش أمباني شراءها بشكل سري قصراً على أحد شواطئ دبي الصناعية فما هي تفاصيل تلك الصفقة؟ ولماذا اشترى هذا القصر بالتحديد؟ وما هي المميزات التي جعلتها أغلى صفقة في دبي حتى الآن؟ كل تلك التفاصيل ستعرفونها حالاً في التقرير الذي معنا تقارير إعلامية نشرت أن شركة الممنوكة لرجل الأعمال واسع الثراء موكيش أمباني فازت بأعلى صفقة عقارية حتى الآن وذلك بشرائها قصراً على شواطئ دبي الصناعية بسبب شغفه بالمكان التقارير تكرت أن القصر قيمته 80 مليون دولار نقلاً على لسان شخصين مطلعين على الصفقة يقع العقار في جزيرة نخلة الجميرة وتم شراؤه في وقت سابق من العام الحالي لصالح نجل أمباني الأصغر أنانت فيما ذكرت وسائل إعلام محلية أن القصر يقع في جانب الشاطئ في الجزء الشمالي تحديداً من الأرخبيل الصناعي الذي تم تصميمه على شكل نخلة ويحتوي على عاشر غرف نوم ومنتجع صحي خاص ومسابح داخلية وخارجية ومجموعة مواصفات أخرى عد مدينة دبي سوقاً مفضلاً لكبار الأترياء الذين جذبتهم الحكومة من خلال تقديمها لهم تأشيرات ذهبية طويلة المدى بالإضافة لمنحهم التخفيضات خاصة بالقيود على ملكية المنازل الأجانب وبتلك الصفقة سيكون نجل أمباني جاراً للنجم الإنجليزي سبق ديفت بيكام وزوجة فيكتوريا ونجم السينما الهندي شهي شاروخان أيضاً ويعد أنانت واحداً من ثلاثة ورثة لثروة أمباني البالغة ثلاثة وتسعين ملياراً وثلاثمائة مليون دولار وفقاً لما ذكره مؤشر بلومبرغ للمليارديرات حيث جاء أمباني في الترتيب الحدي عشر في قائمة أغنى أغنياء العالم ويبلغ من العمر الآن خمسة وستين عاماً حيث جاء أمباني في الترتيب الحدي عشر في قائمة أغنى أغنياء العالم ويبلغ من العمر الآن خمسة وستين عاماً حيث بدأ في تسليم إدارة أمواله ببطء لأولاده بعدما تربع على عرش إمبراطوريته واتجه مؤخراً للاستثمار في مجالة الطاقة الخضراء وتكنولوجيا والتجارة الإلكترونية كشف أحد الأشخاص أن العائلة بدأت في الأيام الأخيرة تكثف تواجدها في القطاع العقاري بالخارج ويتطلع جميع الأشقاء الثلاثة غرباً للبحث عن شراء قصور أخرى حيث دفعت شركة ريلاينس إندستوريز 79 مليون دولار لشراء ستوكبارك ليميتد في المملكة المتحدة والتي تضم قصراً من العصر الجورجي قال إنه مخصص للإبن الأكبر أكاش الذي تم تعيينه مؤخراً رئيساً لشركة الاتصالات ريلاينس جيو إنفكوم بينما تبحث اخته التوأم عن منزل في العاصمة الأمريكية وذكرت التقارير أيضاً أن صفقة العقارات في دبي جاءت بشكل سري لصالح شركة ريلاينس وتسعى عائلة أمباني لإنفق ملايين دولارات لتكون مناسبة ولضمان أمنها حيث سيديرها باري مال ناثواني مساعد أمباني ومدير شؤون الشركة في المجموعة وعضو الفلمان التقارير ذكرت كذلك أن عائلة أمباني سيكون مقرها الرئيس في أنطليا وهي ناطحة سحاب مكونة من 27 طابقاً في مدينة مامباي التي تضم ثلاثة مهابط للطائرات العمودية وموقفاً يتسع لـ 168 سيارة ومسرح السيني ما يتسع لـ 50 مقعداً وقاعة احتفالات كبرى وتسعة مصعد ترجمة نانسي قنقر